أيها الإخوة الدعاء أثره بالغ وليس المقام بمقام الحديث عن الدعاء فالأمد يطول بنا إذا جبنا هذا الباب ولكن رابط بين دلائل النبوة وبين الدعاء فالدعاء من أسباب المعجزات التي أيد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأكثروا من هذا الدعاء أكثروا وأنتم على تقن ومصاحبون للأعمال الصالحة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فمع الأعمال الصالحة بادروا بالدعاء وأنتم تتلون القرآن ادعوا ربكم وأنتم تصلون ادعوا ربكم وأنتم صوّم ادعوا ربكم وأنتم تتصدقون ادعوا ربكم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ألا ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة ويتم تسليم امتثالا لأمر الله والامتثال أجره عظيم صلوا عليه وسلموا تسليما ورغبة في الأجر والثواب فالنبي يقول من صلى عليه وحدة صلى الله بها عليه عشرة وقال إن لله ملائكة سياحين يبلغون من أمة السلام وحسن بعض العلماء الحديث ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام فصلوا وسلموا على البشير النذير صلوا عليه وسلموا تسليما أي تسليما كثيرا تسليما كثيرا عليك صلوات الله وسلامه أيها النبي الكريم وعلى سئر الأنبياء والمرسلين استغفروا ربنا